الأشجار دي ما تتسييش ليش ترتاب القرن لغا تستادل محدش قدر يقرب مولانا كان حمي نفسه جده الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومدفون هنا في مصر لكن محدش يعرف مكانه كمان هقول لكم على بير موجود في ضريح الشيخ رحان بيتبركوا بيه وبيغسلوا الأطفال بيه هقول لكم كل التفاصيل دي وحكيها لكم تابعوني في المجهول هنا المقام بتاع عبد الله ابن ابن الحسن وابن بنت الحسين جده الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولقب بالكامل ولقب كمان بالمحت كان شبيه للرسول عليه الصلاة والسلام في الشخصية وفي الإيمان وفي المظهر وكل الناس أجمعت على ده ولد سنة 70 هجرية وتوفى سنة 145 هجرية ولد عبد الله في بيت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان شيخ بني هاشم وكان الناس كلها بتقوله إزاي صرت كده أفضل الناس فكان بيرد عليهم إنه هو الناس كلها بتتمنى تكون زيه لكن هو ما بيتمناش يكون زي حد ومعنا رقفة البرنس نسبه بيرجع للأشراف وهم المترددين على المسجد وهيحكي لنا قصة عبد الله ابن الحسن حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام مولانا سيدي عبد الله المحت ابن سيدنا الحسن ابن سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أم ستنا السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا هو قتل في السجن وكان شبيها سديد الشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوم على جمع الخراج من المدينة المنورة ويقوم بتوزيعها كان واقف ضد الحاكم مريديه وأنصاره كانوا عايزين يجيبوه يدفن بجوار ستنا سيدة فاطمة النبوية أمه بالضرب الأحمر وكان الشارع الشيخ رحان دوت كان الشارع ده طبعا هنا عارفين روافد النيل كانت متعددة فجأت المركب اللي كان فيها الجثمان الشريب فوقفت عند هذا المكان ودوفنا وحوري حضرتك مكان منزل قبر مولانا ده المنزل بتاع سيدة عبدالله المحت بتاع القبر وبص كمية الأشجار الأشجار دي ما بتتسقييش من كرامات سيدنا عبدالله المحت إن بيظهر لناس في الرؤى وبيعرفهم المكان اللي هو فيه وبيجزره هو مولانا هنا هوت هو روح جسد مدفون في المكان دوت من ناحية الكرامات بتاعة مولانا فدي كرامات عامة على المنطقة كلها ثورة 2011 المكان الوحيد اللي ما تعرضش ما تعرضش ومحدش كان واقف يحميه المكان ده محدش محدش قدر يقرب مولانا كان حمي نفسه عبدالله بن الحسن كان بيجمع الخراج وكان على خلاف شديد مع الخليفة جعفر المنصور الهاشمي ووصل الأمر إنه هو حبسه ومات في الحبس أو قتل زي ما قالوا إنه هو موجود في بغداد وإنه هو اتدفن هناك لكن الحقيقة إنه جيه هنا في مصر عشان يدفن بجانب والدته فاطمة النبوية وجيه دفن في هذا المكان الشيخ رحان شارع مليان حكايات الشيخ رحان هو سبب تسمية الشارع بهذا الاسم وهو مين أصلا؟ الضريح بتاعه زي ما انتو شايفين هم موجود هنا في حارة ديقة جدا في الشيخ رحان وهو من أولياء الله الصالحين ومن ناس لعلي بن أبي طالب ومن ناس للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ضريح الشيخ رحان كان فيه بير بيغطسوا فيه الأطفال عشان يشفوهم من الأمراض واللي عنده أي مشكلة كانت بتتحل بمية البير ده من البركة بتاعتها وكان البير ده بيعملوا للأطفال حاجة زي التعميد الموجود في المسيحية كده نوم يغطسوا الطفل وياخدوا البركة لكن دلوقتي بيقولوا إن البير ما بقاش المية فيه زي الأول مية نقية وانديفة وإنه دخل عليها مية من مية المجاري فبدأت الناس إنها تبعد عن شرب مية البير ومعنا الشيخ خسين هو هنا مولود هنا ومعاصر للشيخ رحان وهيحكي لنا بقى على البير وعلى البركات اللي الناس بتاخدها منه الشيخ رحان الله رحمه كان بيحب الأصفال بيحب الأصفال كان بيجيه الكرسي ويعطيه لواحل حاجة تاني بيقولك إيه هتقولوا مية هتقول بتاع فالماية جات بالدلدق اللي هيتفل وبيجيب جاب مية بالدلدق فطلع بقى إيه بير ده كان بير يخش فيه إيه اللي بيجيبه الأصفال يشطفوها بس شطفوا الأصفال شطفوا الأصفال من البير اللي هي إيه جوافية المية الجوافية بتاعة البالكاتي وبعدين يدخلوا من المعام هنا يصلوا عليه بيتع ما شاء الله عليه يعني باركة دلبيل باركة ويوجدوا فيها بس باركة شيخ عمادي الدين عمادي الدين ذات نفسه فكان بيحج ما جيه حج فكت أم عمادي الدين كانت هنا قالت له حاجة عاوز إيه؟ ملوخية بسعودية وطلب ملوخية بيحج يروح له من ملوخية قالت له عمليها وبتش دعوان تاني حوديها له عملته الملوخية فيه سردد بالأرض من غد الصادية فلاجة قال الله طيجت قال الله كان انبسط خط بعضه ورجع تاني طبعا ده عمله مولد هنا مولد جامد يعني كان الزفاته وبتاعه وكان كل سنة يعملولي المولد ده وبتاعه موسيقى بعد وفاة سلطان حسين كامل سموا شارع الشيخ رحان باسمه لكن بعد ثورة 23 يوليو الشارع رجع تاني لأصله ورجع لاسمه الشيخ رحان موسيقى 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 موسيقى